متابعيني جميعاً على قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وفي أحسن حال النهاردة إن شاء الله حتكلمكم عن ميزة رائعة موجودة في موقع جينيس بارك موقع جينيس بارك من المواقع المميزة جداً كلمت عنه كتير على القناة وحتلاقي فيديوهات كتيرة عن جينيس بارك والنهاردة حتكلم عن ميزة إيه؟ النهاردة حتكلم عن ميزة إنتاج بودكاست باللغة العربية كمان داخل جينيس بارك يعني بيدعم اللغة العربية دلوقتي جينيس بارك بقى منافس قوي لمنتجات جوجل وهنا أقصد نوتبوك LM اللي بيخلينا ننتج بودكاست بالذكاء الاصطناعي ومش بس هتقدر لنت تنشئ بودكاست بالذكاء الاصطناعي وأنا شرحت على قناة إنفو تيك فريو إزاي تعمل بودكاست من ملف ولكن النهاردة إحنا هنشوف إزاي تعمل تعليق صوتي وتقدر تعمل محتوى للأطفال مثلاً النهاردة ده المثال اللي أنا واغداء باستخدام هذه الخاصية اللي اسمها AI Pots Mode وهتقدر زي ما قلت لك تستخدمها باستخدام المتين نقطة تنشئ محتوى خمس دقيق محتوى صوتي خمس دقيق الفورمات بتاع الملفة هيكون MP3 الجميل إن انت ممكن تاخد الملف ده وتركب عليه بقى صور أو فيديوهات وحواليكم في الآخر خالص إزاي أنا عملت الموضوع ده بشكل سهل وبسيط يلا بينا بسرعة نخش على جانس بارك من الرابط الموجود في الوصف أسفل الفيديو ونخش على AI Pots أول ما حدوس على AI Pots هتلاقي نفسك انت قلت لـ AI Pots Mode زي ما احنا شايفين بيقولك إن انت تقدر تحط URL خاص بيوتيوب بأي لينك انت عايزه ملفات توبيكس ويعمل لك منها بودكاست ولو انت عايز تعمل محتوى زي اللي أنا عملته فأنا لجأت لشاج بيتي علشان يديني الأمر النصي لإنشاء هذا المحتوى ده المحتوى اللي أنا عملته عشان الوقت قلت له إنشئ بودكاست تعليمي مبسط باللغة العربية الفصحى وممتع للأطفال بعمر عشر سنوات يشرح فيه راوي بصوت دافئ ومرح كواكب المجموعة الشمسية وأسماءها وترتبها وما يميز كل كوكب بطريقة سهلة ثم يحصهم عن كيف تشكلت هذه الكواكب من سحابة وغبار طبعا زي ما انت شايف أنا الأمر ده جبته منين؟ جبته من شاد جي بيتي ومنذلك هنروح كده على شاد جي بيتي بصرعة قلت له اعطني أمر نص لتوليد بودكاست يتحدث عن كواكب المجموعة الشمسية وما هي نشأتها لأطفال في عمر العشر سنوات ابتدى يديني أمر نصي لتوليد البودكاست ده وإعطاهولي راوي واحد فقط فلنما قلت له راوي واحد فقط فهو حينشئ لي صوت براوي واحد فقط وحبتدي أن أنا أروح على جين سبارك أحط الأمر ده حيبتدي يستخدم الأدوات بتاعته وزي ما احنا شايفين هو مستخدم 11 Labs Sound Effects ومستخدم بعض الأدوات الأخرى وبعد ما يخلص خالص أنشأ البودكاست زي ما احنا شايفين البودكاست بياخد من حوالي 5 دقيقة لـ 15 دقيقة لحد ما يوصل للبودكاست اللي أعتقد في الخطة المجانية مش أكتر من 5 دقيقة أو المتين كريدتس بتوعك مش هيعملولك أكتر من 5 دقيقة يعني لو رحنا هنا هنلاقي أن أنا كريدتس بتاعتي صفر بعد ما استخدمته في عمل البودكاست ده البعض حيسأني ويقول لي إزاي أعمله داونلود هنا لما تيجي تعمل export audio حيبتدي يروح على الإي آي درايف الموجود داخل جينس بارك هبتدي يروح أقول view الإي آي درايف لأول مرة حيطلب منك أنت تعمل أجري على الشروط والأحكام وحتبتدي تروح هنا تعمل داونلود للبودكاست بتاعك أو الملف الأوديو بشكل عام سواء كان بودكاست أو voice over زي ما احنا هنشوف دلوقتي مع بعض بعد كده بتنزله وانا نصحك ان انت تعمل الاتي تروح على شات جي بي تي ابتديت ان انا ارفع له الملف الخاص بالصوت وقلت له بناء على هذا الاوديو او هذا الملف الصوتي اعمل لي مشاهد مختلفة عشان انشئ صور تعتمد على المحتوى اللي جايه في الاوديو دا او المحتوى اللي داخل الملف الصوتي ابتدى ان هو يديني خيار واحد وخيار اتنين اخترت خيار اتنين عطاني المشاهد المختلفة هتاخد مشهد مشهد ونفس شات جي بي تي انشأت بيه الصور زي ما انتم شايفين كده بمنتهى البساطة وفي الاخر خالص ركبتها على الاوديو وعملت بيها المحتوى اللي انتو هتشوفوه دلوقتي مع بعض يالا بينا نبص عليه وحرجع لكم مرة تانية اهلا ومرحبا بكم يا اصدقائي يا رواد الفضاء الصغار انا انا رويكم ومرشدكم الفضاء في هذه الرحلة المدهشة ها هل انتم مستعدون يلا نربط احزمة الامان وننطلق معنا في صاروخ الخيال حتى نستكشف حارتنا الكونية الرائعة انها المجموعة الشمسية انظروا من نفذة الصاروخ شوفوا تلك الكرة النارية الضخمة واللامعة هي نجمتنا العظيمة الشمس انها قلب مجموعتنا النابض بالحياة وبدون دفئها ونورها لما وجد اي شيء نعرفه هيا بنا الان لنتعرف على جيراننا الكواكب الثمانية واحدا تلو الآخر زي ما انتم شايفين ده المحتوى النهائي انت عملت الاوديو باستخدام الخاصية الجديدة الموجودة في جينس بارك اللي هو اي اي بود سمود انتم شايف هو بيدعم اللغة العربية بشكل جيد جدا ودي حاجة كويسة في بعض الاخطاء البسيطة ولكن بشكل عام كونه ان هو يعمل لك voice over بالمنظر ده وما يلتزمش بشخصين بس زي ما عودنا مثلا نوتبوك LM فدي حاجة كويسة جدا طبعا زي ما قلتلك استعان تبشأ جيبتي عشان اعمل الصور طبعا اعمل بقى الفيديوهات بأي نموذج مجاني احنا تكلمنا من قبل كده عن نموذج مجانية تعمل بيها الفيديوهات ممكن تعمل انيميت بسيط جدا باستخدام متى اي اي حاول تستفيد من 200 نقطة بشكل مجاني كل يوم لو المحتوى بتاعك معتمد على ان انت تعمل مثلا voice over او تعمل podcast وزي ما قلتلك بيدعم اللغة العربية زي ما بقولك في نهاية كل فيديو ما تنساش تعمل subscribe لقناة فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد لو كنت بتشوفنا لأول مرة ولو كنت متابعينا الاعزاء ما تنساش like و share comment ضمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة